الشعب اليمني بناء سبت العيد 11 فبراير من هنا من خلف هذه الكثبان الرملية في بيحان شبوة تحضر ثورة فبراير المشروع الوطني الكبير يتجلى بتفاصيله في ملامح هؤلاء ونبرات أصواتهم وخطاهم نحو استعادة الدولة على الضفة الأخرى تبرز أحداث أليمة يتصدرها أصحاب المشاريع الصغيرة بأطماعهم الأنانية ذهنية السطو على المربعات الدولة بغرض الفيدي والغنيات أو بغرض أجندة يمليها طرف إقليمي بعينه يقوم بدور مظيفي على حساب دولة كل اليمنيين من تعز إلى عدن تحضر القوى المضادة للدولة وإن كانت تعمل تحت الأفتة الشرعية إلا أنها تمضي على خطى المسلك المضاد للدولة ومن ضمن ذلك المسلك المضاد أولئك الذين تركوا رفاق الكفاح والسلاح في خط النار وعادوا إلى شوارع المدن ومرافقها الحيوية ليقيموا مقاطعتهم الخاصة بمعزل عن الدولة الإرباكات الحاصلة في عدن وشارع جمال بتاعز وتداعياتهما تقرع أجراز الإنذار لأهمية ترتيب البيت الداخلي للشرعية والتحالف بما يضمن عدم الخروج على هدف استعادة الدولة كمضلة للشرعية والمشروعية بين إسناد استعادة الشرعية ومحاولة أطراف إقليمية تقديم أولوياتها الخاصة يبدو الفرق أكثر جلاء من خلال شواهد أفرزتها اللحظة الراهنة وهو من سجم مع تحذيرات مراقبين حول مآخر تقديم شكل جديد من أشكال الهيمنة والانتداب والتقديم الأولويات الوظيفية على الأولوية اليمنية وفي مقدمتها حضور الدولة في المناطق المحررة الأيام المقبلة كفيلة بإزاحة الستار عن الارتباك الحاصلي في مشهد حضور الدولة في المناطق المحررة وهو الارتباك الذي أفصح عن تشكيلات عسكرية ما قبل وطنية تعمل بمهزل عن الدولة الشرعية وعلى الضد من حضورها أيضا